اهلا بكم الى حوار المساء قبل فتح حوارنا مع وزير الدفاع البريطاني حول اخر مستجدات الملف العراقي نذهب اولا مباشرة الى رياض مع الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالعزيز العواشق كما يمكنكم المشاركة في الحوار من خلال طرح سؤالتكم واستفساراتكم على تويتر و فيسبوك اهلا بك دكتور معنا في سكاي نيوز عربية بداية يعني اهلا بك بداية منذ بدء طبعا الازمة العراقية وما حدث خلال ايام الماضية لم نشهد خطوات مشتركة لمجلس التعاون الخليجي يعني وجهة نظر مشتركة في هذا الامر كان هناك وجهات نظر متباينة كيف تفسرون ذلك لا اعتقد كان هناك وجهات نظر متباينة هناك مشاورات بين الدول الاعضاء حول الموضوع لكن اعتقد الجميع متفق على عدة امور اولا ان يجب ان يكون هناك تغيير في القيادة العراقية وان داعش خطر محدق بالعراق اولا وبسوريا وبالمنطقة ويجب العمل بصفة مشتركة على القضاء عليها والتغلب عليها والحد من توسعها وان هذا لا يتم فقط باعتبار العمال العسكرية وانما بعمل سياسي في العراق نفسها بتشكيل حكومة اتحاد وطني تنقذ العراق ولا تهمش او تقضي على التهميش الذي ادى الى بروز داعش من كونه فقط منظمة ارهابية نعرفها جميعا منذ اكثر من عشر سنوات الى حليف للعشائر والمواطنين العراقيين الذين نحسوا بالتهميش دكتور عبد العزيز بالنسبة لهذا الخطر على دول الجوار خصوصا دول طبعا الدول الجنوبية والجوار الجنوبي لطبعا العراق السعودية والكويت كيف تقيمون هذا الخطر في مجلس التعاون اعتقد جميع المنظمات الارهابية التي تعمل في العراق او في سوريا او في غيرها في افغانستان تشكل خطر على الامن الاقليمي تشكل خطر على الامن العالمي ودول مجلس منذ فترة طويلة وهي تحذر من نشأة اولا هذه المجموعات ثم تزايد نفوذها وتعمل بشكل قوي بالتنسيق ما بينها من خلال اتفاقية الامنية وغيرها وايضا بالتعاون مع الشركاء في المنطقة وخارج المنطقة للقضاء على هذه المنظمات دكتور عبد العزيز بالنسبة لطبعا الولايات المتحدة الامريكية هناك تنظرون هناك تحركات كثيرة ماذا يطلب مجلس التعاون من الولايات المتحدة او القوى العظمى المختصة في الازمة العراقية ما هو الطلب او ماذا تنتظر من الولايات المتحدة طبعا فيما يتعلق بمحاربة الارهاب هناك تعاون وثيق مع الولايات المتحدة سواء على المستوى الثنائي بين دول الاعضاء في مجلس التعاون او على المستوى الجماعي من فترة قريبة عقد اجتماع موسع للمسؤولين الامنيين في دول مجلس التعاون وفي الولايات المتحدة وناقش على الدرجة الاولى مكافحة الارهاب هذه من ناحية لكن يجب ان لا ننظر الى الازمة في العراق والى خطر داعش من هذه الزاوية فقط مع انها زاوية مهمة يجب ان نعمل بصفة متوازية من ناحية حل سياسي ينهي الازمة السياسية في العراق ويسمح لجميع مكونات العراق بالمشاركة بفعالية وبعدل في ادارة شؤون العراق وفي نفس الوقت يستمر العمل لمكافحة داعش وغيرها طبعا دكتور عبدالعزيز كان هناك شبه قطيعة يعني بعض دول مجلس التعاون وبغداد هل هناك تواصل الآن من قبل المجلس من قبل الامانة لربما ايجاد حلول ايجاد حلحلة لهذه الازمة تعرفون كان هناك تواجد دبلوماسي لعدد من دول مجلس التعاون في العراق لكن تضح للجميع بان الازمة في العراق بدرجة الاولى في الواقع تعود الى فشل حكومة نور الدين المالكي في نور المالكي في احتواء جميع مكونات العراق وانه بدأ يحكم بصفة رئيس مجموعة طائفية وتحول الجيش العراقي وقوات الامن العراقية في نظر الكثير من العراقيين الى ميليشيات طائفية لا تمثل العراق فانا اعتقد اصبح الحوار مع المالكي ربما غير مجدي وانا اعتقد هذه قناعة موجودة الان اصبحت في واشنطن بعد فترة طويلة بان تخلي المالكي عن الترشيح لدورة ثالثة في رئاسة الوزراء شرط اساسي لانهاء الازمة في العراق الى نوفمبر الماضي الى ديسمبر كانت الادارة الامريكية ما زالت متمسكة بالمالكة وتعتقد ان من الممكن ان يقوم باصلاحات تؤدي الى القضاء على الارهاب وكان هذا يختلف عن رأي الكونغرس يمكن تذكرون وقتها في نوفمبر 2013 عندما زار نوري المالكي واشنطن كانت هناك رسالة من جميع قيادات الكونغرس ورسالة نشرت في الصحافة الامريكية عن ان المالكي اصبح هو المشكلة وان على الحكومة الامريكية ان تعمل على هذا الاساس وحذرت في نهاية الرسالة بان عدم اتخاذ هذا الموقف من نوري المالكي وادراك ان هو المشكلة سيؤدي بالعراق مثل ما ذكرت الرسالة الى الدخول في حرب اهلية تشابه ما شاهده العراق في 2005 و 2006 الآن مع الاسف هذا تحقق ونرى حرب اهلية في العراق على اسس طائفية وعرقية الى حد كبير دكتور عبد العزيز من ناحية اخرى يعني هناك دول جوار كثيرة للعراق كان هناك حديث لتدخل ايراني لربما يكون عسكري او كدعم او ما شابه في هذه الازمة كيف تنظروني الى هذا التدخل خصوصا دول خليج قالت يعني رفضت اي تدخل خارجي ما هو المقبول وما هو غير المقبول الاعتقد من الخطأ الاعتقاد بان هناك اي تدخل ايراني سيكون مقبولا لدول المجلس او غيرها بالشأن العراقي الاعتقد ان الجميع يجب ان يلتزم بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للعراق ويقتصر النصح مثل ما تقوم الان الولايات المتحدة ولا اعتقد ان ارسال مستشارين مثلا عسكريين ان قد يكون هو الحل مثل ما ترى الحكومة الامريكية التدخل في شؤون العراق من اي جهة كانت اعتقد ان لن يزيد الامور الا تعقيدا وبالذات من ايران لان لا نستطيع في الواقع ان نفصل بين حزب الدعوة وسيد المالكي والحكومة الايرانية لانه مع الاسف اصبحوا مجموعة واحدة هناك طبعا تقارير كثيرة بان هناك مستشارين عسكريين ايرانيين وقوات على الارض طبعا ليس هذا مؤكدا لكن ليس مستبعدا ما نعرف في تجربة سوريا مثلا هناك تواجد عسكري ايراني على الارض في سوريا ولا استبعد ان يكون هناك تواجد بالفعل الان في في العراق اعتقد ايضا ولكن دكتور عبد العزيز يعني من جانبا اخر يعني هناك مناطق شاسعة ساقطة في يد تنظيمات مسلحة ويعني تنظيم الدولة الاسلامية كيف ينظر المجلس للحل هل هو سياسي ومن ثم امني ام انه امني اعتقد الجميع يعرف ان القوات العراقية والقوات الامن والجيش لو اعيد تكوينها بشكل غير طائفي لو تم الحل السياسي انها ستكون قادرة على حماية الاراضي العراقية لكن الاشكال ان القوات الامن العراقية مثل ما رأينا والجيش اما غير مؤمن بالقضية التي تطلب منه الحكومة العراقية دفاع عنها او ان ليس لديه القدرة في تلك المواقع ليس لديه العتاد والقيادة التي تستطيع مواجهة هذه المقويمات ولهذا مثل ما ذكرت تعتقد ان الحل يجب ان يكون على شقين الحل الاول سياسي وهو بالدرجة الاولى ما يجب ان يتم تعرفون داعش هي موجودة في العراق من اكثر من عشر سنوات وليست يعني لم تستطع الحكومة الامريكية والاحتلال الامريكي للعراق لم يستطع القضاء عليها وكان هناك يعتقد بان تم القضاء عليها نعم عندما خرجت القوات الامريكية في عام 2011 بعد تبين ان هذا لم يكن صحيحا واضح ان يجب ان يكون هناك حل سياسي وفي نفس الوقت يجب العمل مع جميع الشركة مع جميع الجهات في سوريا وفي العراق وفي غيرها لتضييق الخناق على هذه المنظمة فيما يقوم السياسة العراقيين والشعب العراقي بتحديد مستقبل العراق دكتور عبد العزيز ابقى معنا سنعود اليك ولكن ننتقل الان الى دبي ومعنا مباشرة من هناك وزير الدفاع البريطانية سيد فليب هامند اهلا بك سيد هامند معنا في سكاي نيوز عربية بداية سيد هامند كيف تتابع لندن تطورات المشهد الامني في العراق هل تنظر الى ما يحدث كخطر اقليمي اولا قبل كل شيء طبعا هي ازمة داخلية ولكن لديها تداعيات خطيرة على المنطقة وما بعدها وطبعا من الواضح بان هناك تهديد لالامن الدول الخليج وايضا لدول الغربية ايضا واذا استطع تنظيم الدولة الاسلامية في اقامة فضاء بين الحدود العراقية والسورية التي يراقبها كثيرون اعتبروا ان تنظيمات المسلحة وحدها لم يكن لها لتسيطر بسهولة على مناطق واسعة لو لا غضب الشارع على حكومة المالكي هل تشاطرون هذا التحليل؟ نعم اعتقد ان هذا واضح وصحيح فالالالاف من مقاتل تنظيم الدولة لم يكنوا ليستطيعوا ان يحافظوا على الاراضي التي تراقبوها الان وحاققوا تقدم كبيرا لو لم يكن هناك دعم لهم من قبل بعض المجتمعات في تلك المناطق وهذا الدعم طبعا هو نتيجة لطريقة التي اديرت بها البلاد وهي حكومة لا تشرك كل الاطياف وتخرج اهل السنة في الانبار ويحسون بالعزلة في الحكومة والحكومة العراقية المقبلة يجب ان تكون مشركة لكل الاطياف وتكون ذات مصداقية مع كل المجتمعات في العراق ما المطلوب برأيكم من الحكومة المالكي ومن الاطراف السياسية الاخرى ايضا في العراق الاحتواء هذا الوضع ما نحن بحاجة اليها على المستوى السياسي هو اظهار قوي وسريع من الحكومة العراقية بانها تنوي ان تغير طريقة تعاملها وتضمن ان تكون مشركة تشرك الجميع وكل المجتمعات الاكراد والعرب والسنة والشيعة في الحكومة حتى يحسوا بانهم جزء من العراق والمستقبل العراق والالتزام ايضا باعادة بناء قوات الامن العراقية بعد طبعا الكارثة التي حدثت في الاسابيع المقبلة حتى تكون مثلة لكل المجتمعات والاطياف في العراق وايضا حتى تدفع الارهابيين وتخرجهم هؤلاء الارهابيين الذين حققوا تقدما في الاسابيع الماضية بالنسبة للتنظيمات المتطرفة والمتشددة ما تقييمكم للخطر الذي تمثله على دول الجوار العراقي كما قلت قبلا فإن إذا استطاع تنظيم الدولة الإسلامية من إقامة منطقة يتحكم فيها ويراقب فيها من جهة سوريا ومن الجهة العراقية فإن هذا سيصبح تهديدا حقيقيا للاستقرار لمجلس التعاون الخليجي وأيضا للدول الغربية أيضا وهذا سيصبح قاعدة حيث ينطلق منها تنطلق منها هجمات إرهابية وحيث يتدرب الإرهابيون ولذلك من المهم جدا أن يكون الرد مثمرا أو ردنا قويا ومن قبل الحكومة العراقية أيضا حتى نحارب ونهزم الإرهاب ونراقب ذلك الفضاء ونحافظ على وحدة الحكومة أو الدولة العراقية المتابعة لهذه الأزمة سيد هامند يرى أن الولايات المتحدة تبدأ بعض التحفظ من التدخل المباشر في الأزمة رغم إقرارها بخطورة الوضع هل بدوركم متحفظون وما السبب في ذلك أعتقد بأننا كلنا نعترف بأهمية وخطورة الوضع فيما يخص تهديد العراق على مستقبل العراق والتهديد على المنطقة والدول طبعا الجوار ولكن الولايات المتحدة تعترف أيضا بأن تدخلا من أطراف خارجية وثالثة لا يأتي بنتائج مثمرة دائما ولا تكون لديها عواقف ولن يكون هناك فقط تدخل أو حل عسكري بحت لهذه الأزمة يجب أن يكون هناك حل سياسي ومبادرة سياسية تجمع كل الأطراف في العراق وحتى يحس أنهم كلهم جزء من الحل يجب أن يكون هناك حكومة كما قلت تشترك فيها كل الأطراف العراقية وهذا هو الحل الوحيد حتى نواجه هذه المشكلة حتى لا تدوم في المستقبل في ظل الوضع الراهن سيد هامند هل تعتقدون أن الدور إيراني مطمئن في المنطقة خاصة أن حكومتكم تبدي تفاؤلا بتحسين العلاقة مع طهران نحن 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 نعم منخارطون مع الإيرانيين في المفاوضات النووية ثلاثة زائل ثلاثة بشأن البرنامج النووي الإيراني وهناك تحدية كبيرة باقي ولكننا طبعا نأمل أن يكون هناك حل ونستصل إلى اتفاق جيد يصب في مصلحة الجميع ويضمن أن يكون هناك مستقبل مستقر لإيران حتى لا تصبح قوة أو لديها سلاح نووي ولكن لدينا أيضا قلق بشأن نشاطات الإيرانية الأخرى في المنطقة النشاطات مثلا في البلدان المحيطة بالخليج ونحن لم نصرف نظرنا عن تلك التحركات ورغم عادة سفارتنا هناك فإنه ليس هناك أي إشارة بأن الإيرانيين يقومون بما يجب فعله نحن أغلقنا سفارتنا هناك لأنه لا نستطيع ضمان أمن موظفين هناك وهناك قلق من الدول الغربية أيضا بشأن التحركات والنشاطات الإيرانية وبعضها أبقى السفارات هناك ولكن أعتقد بأنه علينا أن نفتح سفارتنا مجددا لأن الضمانات التي تلقيناها من الحكومة الإيرانية ستسمح لنا بفعل ذلك وتضمن أيضا سلامة موظفين الذين سيكونون في السفارة سيد هام